طيب أولا أهلا بحضرتكم مرة تانية ويمكن نبدأ بداية قد تكون مختلفة بالكلية لا هي في الاقتصاد ولا هي في السياسة ولا هي عن قب 27 الحقيقة أنه يمكن من ساعات قليلة جدا توفى واحد من أهم أعلام الموسيقى في مصر وفي الوطن العربي الموسيقار الكبير محمد سلطان رحمة الله عليه توفى النهاردة بعد صراع مع المرض لكنه ترك مكتبة موسيقية كبيرة زاخرة قدم خلالها ألحان لأكبر مطربين مصر والوطن العربي السيد محمد سلطان للتذكير ليس إلا يبقى طبعا موجود محمد سلطان في حياتنا يعني رحمة الله عليه هو انتقل إلى جوار ربه تعالى لكن يبقى الانتاج الإبداعي بتاع الأستاذ محمد سلطان معانا بإذن الله ما دامت الحياة على سطح هذا الكوكب اتولد يوم عشرين سبعة ألف وتسعمائة سبعة وثلاثين طالب في مدرسة فيكتوريا كوليج في أسكندرية حصل على لصانس الحقوق من جامعة الأسكندرية سنة ألف وتسعمائة وستين وتزوج طبعا كما هو معروف من الفنانة الكبيرة رحمة الله عليها فايزة أحمد ولحلها مجموعة من أشهر الأغاني ومن أجمل الأغاني غريب يا زمان رسالة إلى امرأة قاعد معايا أخذ حبيبي إلخ 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 من الألحان العظيمة سواء إذا كان لفايزة أحمد أو لغيرها من المطربين والمطربات من المحيط للخليج إلا أنه يبقى دائما الدوتو أو الثنائي محمد سلطان وفايزة أحمد حالة متفردة بالمناسبة في مجال اللحن والأغنية في عالمنا الموسيقى العربي رحمة الله عليهم جميعا وجب أن احنا نعزي أنفسنا ووجب أن احنا نشجع بالمناسبة الأجيال اللي موجودة أنها ترجع تسمع من تاني موسيقى حقيقي أكتر من عظيمة وأكتر من رائعة لعالم موسيقي كبير زي محمد سلطان الله يرحمه